من أراد أن يزداد إيماناً ويقيناً حتى يصل إلى أعلى درجات الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك من أعظم السبل صلاة الليل صلاة الليل رب الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم هذه الصلاة تجرد العبد لله توطن النفس على القرب من الله ومحبة الله وخاصة إذا قمت في ذلكم الوقت المبارك الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأغفر نحن يجبه؟